ضمن فعليات اليوم في شرم الشيخ استقبل السيد رئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق له بحضور رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس السيسي شدد على ثبات الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية وتسويتها بشكل عادل وشامل وفق مرجعيات الشرايات الدولية كذلك حرص مصر على دعم التحرك الفلسطيني الدبلوماسي الحالي دوليا وإقليميا من أجل إيجاد مصار سياسي يتيح استئناف مفاوضات السلام من جانبه أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره وامتنانه لجهود مصر الصادقة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه القضية الفلسطينية وأشهد رئيس عباس بدور مصر التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية أيضا أضاف متحدث الرئاسة أن اللقاء شهد استعراض جهود إعادة إعمار قطاع غزة بفضلا عن التباحث حول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية وذلك في ضوء التطورات على جميع الأصعاد الداخلية والإقليمية والدولية والتي تمس بدورها أرجاء القضية الفلسطينية كذلك الجهود والاتصالات المصرية الإقليمية المكثفة في هذا الإطار خلال الفترة الأخيرة حيث تم التوافق على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى الثلاثي بمشاركة الأردن الشقيق من أجل إعادة إحياء عملية السلام